اختتمت القافلة العلاجية بنجع الشيخ جراد التابع لمركز دراو بأسوان اختتمت أعمالها تم خلال القافلة صرف العلاج مجانا لتسامة وثلاثة وعشرين شخصا وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لمدرية الصحة وقدم أهالي القرية شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده واهتمامه بصحة المواطن المصرية النهاردة معانا أكثر من عشرة خصوصات طبية مختلفة النهاردة معانا مع مليك كيميا الدم والطفيليات معانا الصيدلية اللي بتضم أكثر من 130 صنف مختلف من الأدوية النهاردة معانا كمان جهاز الأشعة التشخيصية اللي بنشخص بيها اشتباهات لحالات الكسور وإذا تم الأمر أن احنا ممكن نحول على قارب مستشفى معانا مستشفى الدراوة المركزي معانا مستشفى جامعة أسوان ومعهد أورام أسوان قافلة موجودة هنا مجاني والتذاكر مجاني والعلاج مجاني وطبعا التخصصات كلها مجاني من غير أي مقافل كل حاجة هنا بالمجان وعلاج وكشف ومعمل وكل شيء بالمجان ترجمة نانسي قنقر